بعد أن تخلف بنو إسرائيل عن القتال مع موسى عليه السلام تلك الأرض التي اشتاق لفتحها موسى عليه السلام اشتاق لدخولها اشتاق لتطهيرها ممن عبد غير الله فيها من عبدة الأوثان والأصنام نكس بنو إسرائيل عن الجهاد ونكثوا العهد بينهم وبين الله وتخلفوا عن القتال في سبيل الله فعاقبهم الرب أربعين سنة ليش أربعين؟ لأن في هذه الأربعين ينتهي جيل ويدخل جيل آخر أربعين سنة هذه يستبدل الجيل بجيل جديد ولهذا جعلها الله أربعين سنة كاملة يتيهون في الأرض شون يتيهون؟ يمشون في الصحراء كلما ظنوا أنهم سيخرجون وإذا بهم بعد أيام وليالي يرجعون للأرض نفسها التي غادروها يمشون ويمشون أيام وليالي فإذا بهم رجعوا للنفس الأرض التي كانوا فيها يتيهون في الأرض فلا تأسى عن القوم الفاسقين أمرهم الرب عز وجل أن ينزلوا عند جبل جبل اسمه الطور في الجانب الأيمن أوحى الله لموسى هذا مكانكم أمكثوا فيه خلاص لن تخرجوا من هذه الأرض أنتم فتيح بعد أربعين سنة سينجيكم الرب عز وجل فجلسوا في الجانب الأيمن لهذا الجبل اسمه الطور فالأرض ما هي أرض زراعية ما في ماء من أين يعيشون وكيف يعيشون فاستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر هناك حجر أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه هذه المعجزة أن يضرب بهذا العصى ذلك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا هذا الحجر خرج منه اثنى عشر عين كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل سبط روبيل لهم عين سبط شمعون لهم عين لاوي لهم عين سبط يهوداء لهم عين كل أسباط سبط يوسف بن يامين كل سبط من أسباط بني إسرائيل أولادي عقوب عليه السلام يعرفون العين اللي لهم المشرب اللي لهم ما أحد يشرب من الثاني هذا الماء ليس فقط الماء كل ما أصبحوا في الصباح خرجوا من خيامهم من بيوتهم يشوفون على الزرع شيء اسمه المن طعام حلو من أجمل أنواع الطعام يقولون أبيض من اللبن وأحلى من العسل ويخبزون منه خبزهم وقيل المن هو أنواع من الطعام منوع واحد كل ما لذ وطاب من الطعام الله يرزقهم إياه فإذا جاء آخر النهار تنزل طيور اسمها السلوى وربما هو نفس طير السمان يسمونه أو السمان حنا عندنا نسميه أو غيره من الطيور اللهم طير اسمه السلوى ينزل آخر النهار إليهم يمسكون أبيضهم ويشونه من ألذ أنواع اللحوم ألذ أنواع الطعام الحلويات والزروع وكذلك ألذ أنواع اللحوم يأتيهم على شكل طير يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى تخيل بلا تعب بلا زراعة بلا حرف بلا صينت بلا أي شيء نحن في أعظم من هذه النعم الأمن الله أمنهم الذل والهوان من فرعون الله نجاهم الخوف ما في خوف عايشين بأمن واستقرار طعام وشراب الماء يطلع من الحجر والطعام ينزل لهم من السماء والأكل يأتيهم إلى باب بيتهم في أعظم من هذه النعمة يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه يعني الطلب الوحيد الرب ليطلب منكم لا تطغوا لا تفجروا لا تعصوا لا تظلموا عيشوا حياة باستقامة الله يديم عليكم هذه النعم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ما أمرهم الله بشيء صعب أمرهم أن يستقيموا أن يؤمنوا أن يصلوا أن يطيعوا ربهم أن لا يظلموا بعضهم البعض تستمر هذه النعم لكن بني إسرائيل المشكلة أنهم بنوا إسرائيل حتى في النعم مجرمين حتى في النعم النعم اللي الله ينزلها من السماء أنواع المن المن منوع واحد المن الذي ينزل عليهم من السماء هذا المن الله عز وجل اللي يعطاهم إياه بغير تعب ولا جهد والطير اللي ينزلهم من السماء عشان يأكلونه حتى هذا معاجبهم معاجبهم حتى في الصيف شوف النعم التي أنزلها الله عز وجل عليهم قالوا حر يا موسى الصيف شمس وما نتحمل حرارة الشمس الله عز وجل أرسل عليهم بالصيف مو بالشتاء وظللنا عليكم الغمام تخيل بالصيف ويأتي غيم يحجب عنهم حرارة الشمس بس علشان يعيشون براحة إذا الزروع والمياه والطعام والشراب والنعم تنزل عليهم من السماء ملوا هذه النعم شوف تخيل بني إسرائيل النعم ملوا منها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر لن نصبر على طعام واحد صح هذا أنواع الطعام لكن ملينا حتى الطعام ملوا منها طيب أنطروخ أربعين سنة بعدين الله يفتح لكم بيت المقدس وتدخلونها مرة ثانية وتجدون أنواع الطعام الأخرى لا ملوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ما يبون المن والسلوى يبون البقل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا ليست مصر المعروفة لا المصر الأرض يعني إذا نزلت منزلتكم وقدركم إذا نزل من القدر الذي فضلكم الله فيه إلى أرض الدنيا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله شفت أمة من الأمم ينجيها الله فتطلب عبادة غير الله الله يكتب لها بيت المقدس ومات بتدخله معنى لو دخلت ما في قتال لو دخلت بس لفتحها الله لهم لكن أمة مغضوب عليها أمة الغضب هذه شفت أمة من الأمم الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الطير والحلويات والأطعمة ومع هذا ما يعجبها تدري أي أمة هذه؟ هذه أمة بني إسرائيل كم عانى منها موسى عليه السلام ولهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أوذي في معركة من المعارك من قومه وجاد له بعض الناس تدري أن تذكر من من الأنبياء؟ تذكر موسى ليش؟ الرحم الله موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر يعني بني إسرائيل اللي سوتها في موسى ترى مو شي عادي مو شي بسيط والله لو شنو ينزل عليهم من السمى هم يكفرون هم ينزعجون هم يعصون هم لا يقبلون ما في شي يقبلون فيه لأنهم للأسف بني إسرائيل جبلوا على هذه الطبيعة وعلى هذا العناد بني إسرائيل فتيح ينعم الله عليهم يتمردون يطهون يعصون يؤذون موسى عليه السلام كثيرا ولكن موسى إمام الصابرين يصبر ليس له إلا الصبر عليهم يعد الله عز وجل موسى عليه السلام بلقاء ليكلمه فيه لكن قبل اللقاء هذا طلب الله عز وجل من موسى أن يصوم له أن يتقرب إليه أيام طوال فوعد الله موسى ثلاثين ليلة هذه الثلاثين ليلة كان يصوم نهارها ويدعو الله عز وجل سحرها موسى عليه السلام قبل أن يلقى الله عز وجل لأن هذا اللقاء عظيم مو أي لقاء وبني إسرائيل يعرفون أن هناك سيكون لقاء بين موسى عليه السلام وربه ليكلمه فيه وموسى يسمى كلمه الله يقولون هذا الشهر كان شهر ذي القعدة صامه كله موسى عليه السلام فدخل ذي الحجة فأتمها الله له بعشر أخرى فصارت أربعين ليلة أتممناها بعشر فتم مقات ربه أربعين ليلة في يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى ذلك اليوم المعظم عندنا كان موعد الوقاء موسى عليه السلام بربه جل جلاله جال بني إسرائيل وأخبرهم أنه خلف عليهم هارون أخوه الكبير وهو نبي من أنبياء الله عز وجل أن يكون مكانه سأغيب عنكم الله أعلن كم الفترة التي سيغيب فيها موسى عليه السلام لكن أمر عليهم هارون وذهب وهارون لم يكن مثل موسى عليه السلام كان يحبه قومه كثيرا بني إسرائيل كان يحبون هارون لكن فيه شيء من اللين أما موسى عليه السلام كان حازما كان قائدا حازما أما هارون كان قائدا فيه شيء من اللين مع بني إسرائيل ذهب موسى وأخذ يكلم ربه وموسى يسمى الكريم لأن الله عز وجل يكلمه مباشرة بلا واسطة بلا ترجمان وأعطاه الله عز وجل الألواح التي فيها الهدى أعطى الله عز وجل موسى في تلك في ذلك الميقات وذلك الموعد ألواحا فيها هدى لبني إسرائيل تكون هي التوراة في ذلك الوقت نزلت على موسى عليه السلام فإذا بموسى بعد أن كلم ربه أخذ يسأله والرب يجيبه ويكثر موسى عليه السلام من سؤاله في الدين والرب عز وجل يجيب موسى عليه السلام اشتاق موسى للقاء ربه لرؤية ربه جل جلاله فقال ربي أرني أنظر إليه الله ما أجمل الطلب أن ينظر العبد لربه هذه أعظم المنى أعظم غاية المنى أن يرى العبد ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال إنك لن تراني يعني في الدنيا ما في أحد يشوفني ولكن انظر إلى الجبل كان عند موسى عليه السلام جبل من الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني سأتجلى للجبل شيء يسير فإذا الجبل تحمل أخليك تشوفني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين خلاص ما لن أطلب مرة أخرى رؤيتك يا ربي في الدنيا واستمر اللقاء بينه وبين الله فسأله ربه ما أعجلك على قومك يا موسى كأنك استعجلت وخرجت من قومك مبكرا يا موسى قال هم أولئي على أثري يعني هم يتبعون آثاري ويتبعون وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتنا قومك ارجع لهم وشوف شنو صار فيهم بني إسرائيل والله مصيبة مامداهم نبي الله أيام قال لهم بروح أكلم ربي وأرجع لكم وحط عندهم في علماء هناك صالحون هناك أتقياء وفيهم نبي نبي هارون هو الذي يقودهم تدرون شنو سوى بني إسرائيل خبث في قلوبهم جاءهم واحد اسم السامري السامري ابن هارون رجل كان يتظاهر بالصلاح ومن ضمن بني إسرائيل يوم شاف جبريل عليه السلام شاف جبريل قبل ما ينفلق البحر شاف جبريل وأثر وفرس جبريل لما مشى جبريل جاء أخذ شيء من آثار فرس جبريل احتفظ في عنده وقال حق بني إسرائيل وموسى وينه عند ربه يكلم ربه قال جيبوا لي الذهب اللي أخذته من المصريين لأن هذا الذهب لا تملكونه هذه أوزار تحملونه على ظهوركم ائتوني به فجمعوا له الذهب الذي عندهم صار ذهب كثير فصهره وصنع منه مثل البقرة من ذهب تخيلوا شكل بقرة ومشكلة بني إسرائيل مع البقر أول ما طلعوا من البحر شافوا ناس تعبد البقر فتعلق في أذهانهم عبادة البقر ليه الحين مع أنها مر فترة طويلة تسوى لهم شكل بقر ورمى عليها أثر جبريل وقيل لا أثر ولا شيء لكن الهوى كان يدخل ويطلع ويطلع من هذا الشكل التمثال يطلع صوت كأنه خوار البقر كأنه صوت البقر فقال لهم تدرون إيش هذا طيب بني إسرائيل يمكن يأتي الآلاف بعد متأثرين قالوا ما هذا؟ قال أتعرفون ما هذا؟ هم خايفين الصوت قاعد يطلع من البقر قال هذا هو الإله عوذوا بالله ناس ينتسبون للأنبياء من ذرية أنبياء ناس عندهم أنبياء يعيشون بينهم ناس يعرفون الله عز وجل ومع هذا صدقوا كلام السامري فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ناسي راح يلقى ربه ربهني شفت الغباء شفت الحمق موسى نسى ربه وراح يكلمه وما يدرين ربهني وأخذوا يطفون حول هذه البقرة ويعبدونها من دون الله موسى عرف رجع غضبان أول ما رجع موسى عليه السلام عرف فرجع غضبانا أول ما وصل إلى بني إسرائيل وجد جزءا كبيرا منهم يعبدون هذا البقر رمى الألواح من شدة الغضب قيلة تكسرة حتى الألواح رمىها فيها كلام الله لكن من الغضب رمى الألواح وجاء لبني إسرائيل ماذا تصنعون؟ اتقوا الله فتنتم قالوا يا موسى حملنا أوزارا من زينة القوم كأننا شعالين ذهبوا ما نملكها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أخذوا يتعذرون من موسى عليه السلام إننا ما ندري شف تخيل بس أيام غاب عنهم صنعوا عجل وعبدوه من دون الله عز وجل بنوا إسرائيل مصيبة وعصب موسى عليه السلام وغضب بشدة الغضب ذهب إلى هارون أخيه ومسك من لحته وجراسه لأن موسى مرتبته أعلى من هارون وموسى غضب بالله عز وجل ما غضب على أخيه لشيء شخصي لكن غضب لله قال يا هارون ألا تتبعني أفعصيت أمري ليش فعلت هذا الذي فعلته ليش ما جيتني وخبرتني على الأقل روح تعال قل لي إن بني إسرائيل قد يفعلون هذا الفعل فرد عليه هارون عليه السلام قال إني خشيت وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي خشيت إني أفعل فعل وتقول بعدين أنك فرقت بين بني إسرائيل أو تركتهم وجئتني واختلفوا من بعدك ثم قال له هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني هددوا هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يعني هارون نصحهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري تعرف إش كانوا يابوني يسويون في هارون قالوا لي هارون إما أن تسكت وإما أن نقتلك إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء تخيل عشرات الألوف عبدوا إلها من دون الله عز وجل عشرات الألوف وما تركهم موسى إلا فترة قصيرة ربما بضعة أيام فقط خلال هذه الفترة خدعهم رجل اسمه السامري وجاء بالذهب اللي عندهم صنع هذا التمثال هذا الصنم وطلع في صوت وصدقوا أن هذا هو إلههم من دون الله يعني ناس من سلالة أنبياء ناس شافوا معجزات ناس نزلت عليهم النعم ناس عندهم كل هذه الآيات البينات ومع هذا للأسف يعبدون غير الله سريعا عبدوا صنما من دون الله جل جلاله ماذا سيصنع الآن موسى عليه السلام بهذا الرجل الملقب السامري وماذا سيصنع موسى عليه السلام مع بني إسرائيل لا زالوا في سنوات التيه والضياع في الكفر والعناد مرة يؤمنون ومرة يكفرون وموسى يصبر عليهم إنهم بني إسرائيل